بهذه المدرسة وبعد الانتهاء من الأكل يحرس كل تلميذ على التخلص مما تبقى من طبقه وفق نظام فرز النفايات نفايات عضوية تحتوي على بقايا الأكل نفايات بلاستيكية تتضمن القارورات والأوعية وحاوية لجمع النفايات الورقية تتميز المدرسة بهذا النظام بكونها مدرسة إيكولوجية صديقة للبيئة احترام الفرز الانتقائي لإعادة تدوير النفايات هو ما يتم الترسيخه في أذهان الأطفال هنا يديروا يرمو زجاج فيها هنا المعادل هنا الورق هنا البلاستيك قاعد القارورات وقاعد بلاستيك وهنا المواد العضوية هنا المدرسة تعنا تتميز بأنها مدرسة إيكولوجية كيفاش؟ دخلنا في البرنامج وزارة التربية الوطنية دخلنا التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة دخلناها في البرنامج تعنا ومن بين في هذا البرنامج التربية البيئية درنا فيها الفرز الانتقائي لنفايات الفرز الانتقائي لنفايات يعني تلاميذ نعلمو لهم مع الأستيدة دخل في البرنامج تعهم يعلمو لهم كيفاش يفرزوا نفايات إعادة تدوير النفايات وإعادة استعمالها تتم داخل المدرسة عبر نشاطات مختلفة منها التي تندرج ضمن إحياء المناسبات الدينية والتراثية ومنها التي تستعمل لتزيين المدرسة أما النفايات العضوية فنصبها بهذا المخمر الغذائي أين تتم الاستفادة منها بمزرعة المدرسة لتغذية التربة؟ ما نرموش العضم ولا الحم ولا سنو يخسرنا المخمر عندو شروط ودرجة الحرارة ويعرفوها قاعة يعرفو القانون وهذا شوف درنا لها ملتحته أبخي سيموا من التخمير شوف لي ملتحته كنت خمر دونك يجب دوه ملتحته يستعملوه لهنا شوفوا هنا غرسوا ثقافة الاهتمام بالمحيط الخارجي ورسكلة النفايات التي يمكن الاستفادة منها بطرق مختلفة منهج تسير عليه المدرسة لترسيخ أساسيات التربية البيئية لدى الأطفال المتمدرسين وتكوين جيل صديق للبيئة